أستاذ إيمان كانت متزوجة وبعد كده تزوجت بشخص آخر والشخص الآخر ده متزوج من امرأة أخرى وهو كان معرفها وعلى كده اكتشفت أنهم جوز بين الأولى وهي زكتين كمان من غير ما يعرفوا الاتنين ضرتها في الأول كانوا صحاب وبعد كده انقلبت عليها وبدأت تدخل بيتها وتأخذ حاجتها فهي ليها كذا سؤال بتتكلم عن أنه هي بتهددها بتسرق حاجتها هو كمان لا يريد أن ينفق أن هي بتضرها كتير سؤالها الثاني أنه هل يجوز للزوج أن يترك النفق على الزوجة عند الملاءة المالية للزوجة ويمين الطلاق القاعدة الشرعية التي تعلمناها من الحديث النبوي الشريف أنه لا ضرر ولا ضرار طبعا أدى الناس عقابه عظيم عند الله تعالى ده عامة نحن نستم نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الناس أنفعهم للناس ما بلنا بقى بالناس اللي بتأذي بعض عقاب هذا عظيم عند المولى سبحانه وتعالى ده الإسلام حرم الرائحة الكريهة للمصلي الذي سيدهب وأكل توم أو بصل أنه يروح للمسجد عشان ما يقزيش المصليين في المسجد بالرائحة مش بفعل مادي قد يؤذي أو يكون أشد من مجرد فقط الرائحة الكريهة التي قد تؤذي المصليين في المسجد لأن كرامة الإنسان مبجلة ومحترمة ومعظمة لأن الله تعالى كرم ولقد كرمنا بني آدم كمان إنها تدخل وتستبيح تدخل بيتك وتفتح دولابك وإنها تأخذ الحاجة بتاعتك ده إساءة أدب وتعدي على خصوصياتك ومعلوم إنه في عندنا آداب والأحكام الخاصة بالاستئذان إنه ده صيانة لحرمات الإنسان وخصوصيات الإنسان وإنما جعل زي ما نبي عصد السلام علمنا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر البصر ده في كل حاجة بقى حكتي الشخصية علاقتي بزوجي أكلي شربي كل التفاصيل فلابد الإنسان المؤمن أن يتأدب بأداب هذا الشرع الحنيف حتى لو كنت أنا على خلاف أو عدم وقام أو إنه كانت الشخص ده كانت هي درتي المسألة دي نقطة مهمة جدا لابد أنه يعني ينتبه إليها الناس وبالذات النساء في مثل هذه المواقف بالنسبة للنفقة النفقة واجبة على الزوج حتى لو كانت الزوجة غنية واجبة عليه ده بيقتضيها العقد فحتى لو هي عندها فلوس وعندها أملاك وتقدر تصرف على نفسها وإنت تزوجتها يجب الإنفاق عليها لأن هذا من الحقوق التي يقتضيها عقد الزواج بالنسبة لسؤال يمين الطلاق كعادتنا بنحاول يمين الطلاق ده لابد أنه يسمع من الزوج بنفسه وليس من الزوجة فنسمع نروح لدار الإفتاء للتثبت من هذه المسألة صاحبة السؤال أستاذ أمين